السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كورشي جانا انه هبدأ هنعمل مع بعض شانطة بناتي بشكل جديد وغرزة جديدة وفي نفس الوقت سهلة في التنفيذ هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله هتعجبك الخيوط المستقدمة انه هستخدم خيوط مكرمية قطن مصري الخيوط ده سمكو ملي ونص انا هستخدم معاي برقم اربعة انت كمان ممكن تستخدم اي خيوط شنط انت حبه يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا بيت تدعمينا بلايك وشير ولو جديد معنا تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها الدايرة السحرية بعد كده برتفع واحد اتنيين تلاتة سلسلة وده هعتبر اول عمود معي في الدور الاول لفها عليها من داخل الفرق باخد العمود التاني والتالت ورابع وهكملهم اتناشر عمود بالارتفاع ونرجع تاني انا كده كملتهم اتناشر عمود بالارتفاع بسحب الخيط كده عشان نقفل الدايبة بتاعتي بعد كده عندي هنا الثلاث سلاسل الابتفاع بشيل العلامة وبادخل مكان العلامة بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد منزلقة كده انا قفلت الدورة بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي السلسلة بقم تلاتة بحط علامة ودي هعتبرها اول عمود معي في الدور التاني لفع الابرة وفي نفس المكان باخد العمود التاني يعني اخدت الوبزة الاولى تزايد لفع الابرة بعد كده في الحلقة الخلفية هنشتغل هاخد فيه تزايد في الحلقة الخلفية العمود اللي علي الدور بدخل في الحلقة الخلفية وباخد تزايد العمود الاول العمود التاني العمود اللي او الربزة اللي عليها الدور باخد في الحلقة الخلفية باشتغل فيها تزايد العمود الاول العمود التاني وهمش بنفس النمط ده يبقى في كل ربزة باخد فيها تزايد في الحلقة الخلفية هوصل لنهاية الدور هيبقى عندي اربعة وعشرين عمود ونبقى تاني انا كده وصلت لنهاية الدور اصبح عندي اربعة وعشرين عمود بشيل العلامة بدخل مكان العلامة بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد منزرك واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبه اول عمود معي في الدور التالت وهحط علامة في السلسلة رقم تلاتة بعد كده لفع الابرة من اول الجبزة التانية على طول هدخل في الحلقة الخلفية وهاخد فيها تزايد العمود الاول العمود التاني لفع الابرة الجبزة اللي بعدها هاخد في الحلقة الخلفية عمود واحد لفع الابرة الجبزة اللي بعدها هياخد فيها تزايد. عمود الاول. العمود التاني. الجبزة اللي بعدها هياخد عمود واحد. يبقى ايه النمط اللي هنمشي بيه? في الدور التالت. اول جبزة اخدنا فيها عمود واحد. الجبزة التانية تزايد. عمود واحد تزايد. عمود واحد تزايد. يبقى غرزة فردي وغرزة تزايد. لنهاية الدور. هاجي في نهاية الدور هيبقى عندي ستة وتلاتين عمود. ونرجع تاني. هكده وصلت لنهاية الدور. التالت اصبح عندي ستة وتلاتين عمود. بشيل العلامة. بدخل مكان العلامة. باسحب الخيط. وبخرك بمنزلق. بعد كده برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده هتبقى اول عمود معي في الدور ابابع. وبحط علامة. لفع الابا. في العمود التاني. في الحلقة الخلفية بدخل. وباسحب الخيط. وباخد عمود واحد. لفع الابا. العمود اللي عليه الدور. في الحلقة الخلفية بدخل. وباخد تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. في الحلقة الخلفية. وهو ده النمط اللي هنمشي بيه. لفع الابا العمود اللي عليه الدور. بدخل في الحلقة الخلفية. وباخد عمود واحد. لفع الابا العمود اللي بعده. في الحلقة الخلفية. وباشتغل عمود واحد. لفع الابا العمود اللي بعده في الحلقة الخلفية. وباشتغل تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. وهو ده النمط اللي هنمشي بيه في الدور الرابع. هنيجي في نهاية الدور. هيبقى عندنا تمانية وربعين عمود. انا كده وصلت لنهاية الدور الرابع. اصبح عندي تمانية وربعين عمود. هشيل العلمة. وهدخل مكانها بالشكل ده. واسحب الخيط واخد منزلق. بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبه اول عمود معي في الدور الخامس. وهو وحط علامة في السلسلة التالتة. لفع الابا وهروح على العمود التاني. في الحلقة الخلفية وهشتغل عمود واحد. لفع الابا العمود اللي بعده في الحلقة الخلفية باشتغل عمود واحد. كده انا اشتغلت تلاتة عمود فردي. الجرزة بابعة هشتغل فيها تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. وهو ده النمط اللي هنمشي به في الدور الخامس. لفع الابا. الجرزة اللي عليها تدور عمود واحد. اللي بعدها عمود واحد. اللي بعدها عمود واحد. الجرزة اللي بعدها تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. وكله في الحلقة الخلفية. يبقى احنا النمط اللي بنمشي به. تلاتة عمود فردي العمود الرابعة تزايد. تلاتة عمود فردي العمود الرابعة تزايد. في الحلقة الخلفية. هنوصل لنهاية الدور هيبقى عندنا ستين عمود. هنو رجع تاني. انا كده وصلت لنهاية الدور. اصبح عندي ستين عمود. بعد كده هاقص الخيط. وهاسحبه بالشكل ده. وهجيب ابتة التنظيف. وهشيل العلامة. شايفة عندي التلات سلاسل بتولي ابتفاع مش هاجي ناحيتهم. تحت الحلقتين بتاعت العمود التاني. بدخل بالشكل ده. وبسحب الخيط بالشكل ده. بعد كده عندي هنا حلقتين للوبزة. بدخل هنا. تحت الحلقة الخلفية. وكمان في حلقة في الخلف اها. اللي هي دي. بدخل تحتها. بسحب الخيط بالشكل ده. بعد كده ابدأ ادابية تحت الشغل. ادابية تحت الحلقة. ادابية تحت الحلقة. تحت الحلقة. ادابية تحت الحلقة. بعد كده من قناة السلية. شايفة مكان ما عملناه. بقت الربز كلها زي بعضها. دلوقتي هنشتري للزهبة اللي في الوسط. شايفة عندي هنا الحلقة الامامية اللي كنت بسيبها في الشغل. هدخل في اي واحدة منهم بالشكل ده. وباسحب الخيط. وباشترى الواحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبه اول عمود معي. بعد كده لفع الابة في نفس المكان هدخل واسحب الخيط واخد تاني عمود. لفع الابة في نفس المكان بدخل وباخد تالت عمود. كده اشتجلت في نفس الحلقة تلاتة عمود بالابتفاع. وطبعا باشتجل على خيط البداية. لفع الابة. الجبزة اللي بعدها على طول بدخل بالشكل ده. باسحب الخيط وباشتجل اول عمود. تاني عمود. تالت عمود. اصبحان دي ستة عمود. بابتفاع. واحد. اتنين. تلاتة سلسلة وهلف الشر وده هاتبه اول عمود معي في الدور. لفع الابة في نفس المكان هياخد العمود التاني. وكده انا اشتجلت اول جبزة تزايد. لفع الابة الجبزة اللي بعدها تحت الحلقتين باخدها تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. لفع الابة الجبزة اللي بعدها باخدها تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. لفع الابة الجبزة اللي بعدها باخدها تزايد. العمود الاول. العمود التاني في نفس المكان. كده عندي سلسلة الابتفاع. بادخل في سلسلة الابتفاع بالشكل ده. وبسحب الخيط. لفع الابة. باخد اول عمود. لفع الابة. من نفس المكان باخد العمود التاني. كده الستة عمود اصبحوا عندي اتناشر عمود. بعد كده. بعد واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خامس. وبارزة بادخل بالشكل ده. باسحب الخيط وبخرج بمنزلك. بالشكل ده. بابتفاع سلسلة. عندي هنا اتناشر عمود. بادخل في اول عمود كده. وباخد حشوة عكسية. الجفزة اللي بعدها التانية. اللي بعدها هتبقى التالتة. اللي بعدها هتبقى ربعة. والخمسة. الستة. السبعة. والتمنى. والتسعة. والعشرة. والاحداشر. عندي سلسلة الابتفاع هاخد منها رقم اتناشر. انا كده وصلت الاخر الورزة. عملت فيها حشوة عكسية. بعد كده. بيجي هنا. شايفها. بعد الورز. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. وخامس غرزة. بدخل. وبياخد منزلقة. بالشكلة ده. بعد كده بابتفاع. واحد اتنين. تلاتة سلسلة. وده هعتبه اول عمود. بعد كده لفع الابة من نفس المكان. بياخد العمود التاني. من نفس المكان بياخد العمود التالت. لفع الابة. شايفها. هنا. الغرزة اللي كنا واردين فيها منزلقة. للاتناشر عمود. باتخل فيها هي نفسها. وباسحب الخيط. وباخد اول عمود. وتاني عمود. وتالت عمود. اصبح عندي كده ستة عمود. هبدأ ابتفاع. واحد. اتنين. ثلاثة سلسلة. وهالف الشغل. وده اول عمود في الدور. بعد كده. في نفس المكان هاخد العمود التاني. يبقى كده اخدته تزايد. اخدت اول غفزة تزايد. اتنين عمود في نفس العمود. الغفزة التانية هاخدها تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. الاول. التاني. التالتة تزايد. العمود الاول. العمود التاني الغبزة بابا هاخدها تزايد يعني ادنين عمود في نفس العمود الغبزة الخامسة هاخدها تزايد عندي سلسلة الابتفاع هاخدها تزايد هادخد بالشكل ده واسحاب الخيط واخد اول عمود وتاني عمود اصبح عندي الستة كام اصبح عندي الستة عمود اتناشة عمود بالشكل ده بعد كده شايفها الغبزة اللي احنا كنا بدقنها خالص في البتلة الاولى هنعيد برضو كده هنلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خامس واحدة اللي هي بدأنا فيها البتلة الاولى هادخل وهاخد منزلق كده انا سبت البتلة التانية بعد كده باياخد سلسلة وابدأ اعمل وابز الحشو العكسية بدخل كده في اول جبزة باسحب الخيط وباياخد حشو اللي بعدها العمود اللي بعدها بدخل وباسحب الخيط وباياخد حشو الجبزة اللي بعدها التالتة وباياخد حشو اللي بعدها تحت الحلقتين وباياخد حشو الجبزة اللي بعدها باياخد حشو الجبزة اللي بعدها بدخل تحت الحلقتين وباسحب الخيط وباياخد حشو شايفة الجبزة اللي بعدها بدخل تحت الحلقتين وباسحب الخيط وباياخد حشو واللي بعدها والغبزة اللي بعدها. يبقى انا باخد حشو عكسية في كل عمود. هنا وصلت للغبزة رقم احداشر. بعد كده هندي سلسلة الابتفاع بدخل فيها بعد بشكل ده وباخد حشو عكسية. بالشكل ده. بعد كده شايفة هسبت فين? هنا اللي سبتنا فيها البتلة. لأ همشي هنا. شايفة? في فرار هيقبلك كده تعديه. تروحي. احنا كنا بدأنا البتلة الاولى اول غبزة وتاني غبزة. تاني غبزة بالشكل ده اها. تدخلي فيها بالشكل ده. وترديه منزلق. وكده سبتتي البتلات تانية. بالشكل ده. بعد كده باخد تلات سلاسل واحد اتنيين تلاتة. كده انا عايزة ابوح للصف التاني من الغبز. شايفة? بروح هنا. بدخل واسحب الخيط وباخد منزلقة. يبقى تلات سلاسل دولار عشان يوصلوني للدور الجديد. بعد كده بارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده اول عمود معايا. في نفس المكان باخد العمود التاني. في نفس المكان باخد العمود التالت. لفع الابا الغبزة اللي بعدها باخد فيها تلاتة عمود. العمود الاول. التاني. التالت. الجبزة اللي بعدها باخد فيها تلاتة عمود. الاول. التاني. التالت. يبقى انا اشتجلت في التالت جبز تسعة عمود. ابتفع. واحد اتنين تلاتة سلسلة وهالف الشغل. لفع الابا في نفس المكان. هياخد عمود. يبقى انا كده الجبزة الاولى اشتجلتها تزايد. سلاسل الابتفاع كعمود وعمود كمان في نفس المكان يبقى كده تزايد. لفع الابا العمود التاني هاخده تزايد. العمود الاول والتاني في نفس المكان. العمود التالت واربع لحد التاسع هاخدهم تزايد. هيصبح عندي في نهاية الدور تمنتاشر عمود بدل تسعة عمود. هخلص التزايد ونرجع تاني. انا كده كملت التزايد اصبح عندي تمنتاشر جرزة عمود بدل تسعة. بعد كده باجي احنا في الجرز بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي سادس جرزة بدخل بالشكل ده. وباسحب الخيط. وباخد منزلك. بالشكل ده. بعد كده باخد سلسلة واحدة. وببدأ اعمل الحشو العكسية. فكل العمود تحت الحلقتين. بيدخل باسحب الخيط وباخد حشو. العمود التاني. العمود التالت. العمود بابع. وهستمر بالشكل ده لحد ما خلص التمنتاشر عمود هعمل عليهم حشو عكسية ونرجع تاني. انا كده وصلت لنهاية الدور. اخب جرزة اخدت فيها حشو عكسية. بعد كده. بعد بقى الجرز واحد اتنين تلاتة خمسة وفي سادس جرزة بادخل بالشكل ده. وباسحب الخيط وباخد حشو. بعد كده بقى ابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود في البتلة الجديدة. بعد كده من نفس المكان هياخد العمود التاني. والعمود التالت. لفع الابا الجرزة اللي بعدها. بادخل بالشكل ده وباخد تلاتة عمود. الاول. التاني. التالت. الابزة اللي بعدها بادخل وباخد تلاتة عمود. العمود الاول. والتاني. والتالت. كده اتكون عندي تسعة عمود. بالشكل ده. هبدأ بقى اشتغل فيها زي البتلة اللي قبلها. واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشر. ده هعطبه اول عمود في الدور التاني. بتاع البتلة. في نفس المكان هياخد العمود التاني. كده اشتغلت اول جرزة تزايد. الجرزة اللي بعدها اخدها تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. الاول. التاني. واستمر بالتزايد. لحد اخر حاجة اللي هي سلسلة الارتفاع هاخد فيها تزايد. هيصبحان دي تمنتاشر عمود بدل تسعة عمود. واني بجعت تاني. لك ده كملتهم تمنتاشر عمود بعد ما اشتغلت التزايد. بقى في الفين شايفها? هنا شبكة البتلة الاولى. هاروح هنا. تحت العمود بتاعها. اه. اول عمود. بادخل بالشكل ده. باسحب الخيط وباخد وانزلك. كده انا شبكت البتلة التانية. بعد كده بارتفاع سلسلة. وابدأ بجبز الحشو. الاقسية. تحت الحلقتين. فكل عمود بادخل بالشكل ده. باسحب الخيط. وباخد حشو. الجبز اللي بعدها. بادخل. باسحب الخيط وباخد حشو. الجبز اللي بعدها. بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو. بالشكل ده لحد ما اخلص التمنتاشر عمود وانفجع تاني. انا كده. وصلت الاخر جبزة بغرز الحشو العقسية. بعد كده. باجي هنا في الجرس بتاعتي بعد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي سادس. جبزة بدخل وباخد منزلك. بعد كده بابتفع. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده هعطبه اول عمود في البتلة التالتة. العمود التاني. العمود التالت. هبروح الجبزة اللي بعدها اخد تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. هنا في بداية الجبزة ديك بدخل فيها بالشكل ده. وبياخد تلاتة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود. التالت. كده اتكون عندي تسعة عمود. ابدأ تاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة وهليف الشغل. وهعتبر ان ده اول عمود في الدور التاني للبتلة. بعد كده في نفس المكان باخد عمود. كده انا بدأت اخد تزايد. في الجبزة اللي بعدها لطول هاخد تزايد. اتنين عمود في نفس العمود. هوصل لنهاية الدور هيبقى عندي تمنتاشر عمود بدل تسعة عمود. ونبجيها تاني. انا كده اشتغلت التمنتاشر عمود. هيجي شايفها? الفراج الكبير ده باسيبه. بتاعة باتلة. باجي بداية العمدان بتاعتها. شايفها? بدخل تحت اول عمود بالشكل ده. وباسحب الخيط. وباخد منزلق. كده انا سبت البتلة التالت. بعد كده سلسلة. وهنبدأ ناخد الحشو العكسية في كل جبزة. بدخل تحت الحلقتين بالشكل ده. وباسحب الخيط. وباخد حشو. الجبزة اللي بعدها بدخل تحت الحلقتين. باسحب الخيط. وباخد حشو. اللي بعدها بدخل بتحت الحلقتين وباسحب الخيط وباخد حشو. بالشكل ده. هوصل لنهاية الدور. ونبجيها تاني. انا كده اشتغلت الجبز الحشو العكسية فوق الثمنتاشر عمود. بعد كده. باجي اسبت. شايفها? الفرار الكبير ده بتتفوتيه. بتروح على تحت اول عمود. بتتخلب القبرة بالشكل ده. وتردي منزلك. كده سبتنا. كده سبتنا البتلة التالتة. بدأ التبان معنا. بعد كده باخد. واحد. اتنين. تلاتة سلسلة. وهنقل عالدور الجديد. اللي هو الدور التالت. شايفها تحت. السلاسل بالشكل ده. بدخل. وباخد منزلك. بعد كده بابتفع. واحد. اتنين. تلاتة. تلات سلسلة ودولة اول عمود معي في البتلة. بعد كده باخد العمود التاني. والعمود التالت. لفع القبرة الجبزة اللي بعدها باخد تلاتة عمود. العمود الاول. والتاني. والتالت. لفع القبرة الجبزة اللي بعدها باخد تلاتة عمود. العمود الاول. والتاني والتالت انا كده اشتجلت تسع عمود من تلات جراز زي ما عملنا في البتلات بتاعت الدور التاني بارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهبدأ الدور التاني بتاع البتلات زي ما عملنا قبل كده بالتزايد في كل جرزة باخد اتنين عمود باخد العمود التاني في نفس الجرزة باخد كده تزايد الجرزة اللي بعدها باخدها اتنين عمود واحد اتنين وهكملهم للنهاية هزبح عندي تمنتاشر عمود ونبجع تاني انا كده اشتجلت التمنتاشر عمود هيجي هنا وعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي سابع جرزة بدخل يبقى بدخل في السبعة وباسحب الخيط وباخد منزلقة كده انا قفلت ثبت البتل بعد كده سلسلة واحدة وهبدأ اشتجل جرز الحشو العكسية بدخل بالعكس بالشكل ده تحت الحلقتين وباخد حشو بالشكل ده كل جرزة بدخل فيها باخد حشو عكسية لحد النهاية ونرجع تاني انا كده وصلت للنهاية بورز الحشو العكسية بعد كده بعد للشغل عشان اسبت البتلة بتاعتي وبعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي سابع جرزة بادخل بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد منزلقة كده ثبت البتلة الاولى في الدور الجديد بالشكل ده بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة دولة هتبرهم اول عمود معي في البتلة الجديدة لفع الابرة نفس المكان باخد العمود التاني والنفس المكان باخد العمود التالت هبروح الجرزة التاني هشتغل تلاتة عمود الجرزة اللي بعدها تلات عمود هيتكون عندي تسع عمود واني بجع تاني كده اشتغلتم تسع عمود في تلات جرز بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهليف الشر وهبدأ ااخد في كل ربزة تزايد العمود التاني في نفس المكان بعد كده في كل ربزة اتنين عمود هيصبح عندي في نهاية الدور تمنتاشر عمود ونبجع تاني احنا كده اشتغلت التمنتاشر عمود هاجي هنا انا اعرف نسبت فين شايف الفعار الواسع ده بتفوتيه بتروحي تحت اول عمود في الربزة تحت اول عمود اشتغلتيه البتلة بتسحب الخيط وبتردي منزلك بعد كده سلسلة وتبدأ تردي ربز الحشو العكسية الشكل ده هنوصل لنهاية البتلة برورز الحشو العكسية ونرجعتين عشان نشوف التسبيت فيه انا كده وصلت لنهاية الدور برورز الحشو العكسية نعدل الدور بقى عشان نشبك الواحق البتلة هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة وفي سابع ربزة بدخل وبسحب الخيط وباخده ونزلق كده سبت البتلة التانية بالشكل ده بعد كده هابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده اول عمود في البتلة التالتة بعد كده بياخد من نفس المكان العمود التاني من نفس المكان العمود التالت بعد كده من الجبزة اللي جنبها تلاتة عمود والجبزة اللي بعدها تلات عمود هيصبح اندي تسعة عمود وبنفس الخطوات هنشتغل نفس الخطوات بتاعت البتلة التانية اللي هي تسعة عمود بعد كده بقى بتفع تلات سلاسل وباشتغل فيهم تزايد بيبقى تمنتاشة عمود بدل تسعة هنرجع بعد من اشتجل التمنتاشر عمود. لان كده خلاص احنا حفزنا ازاي بنعمل الدورين بتوع البتلة. لكن التثبيتات هي اللي هنشوفها بتثبت فين. انا كده اشتجلت التمنتاشر عمود. هاجي هنا اسبت شايف الفعور الكبير ده بتعديه. تروح تحت اول عمود للبتلة اللي فاتت. تدخله. تسحب الخيط وترديه منزركة. سلسلة. هبدأ اخد جرز الحشو العكسية على التمنتاشر. وبعد كده نفجي عشان نشوف هنسبتها من الناحية دي ازاي. انا كده اشتجلت جرز الحشو العكسية. بعد كده بلف الشور وعد واحد اتنيه تلاتة اربعة خمسة ستة سابع ربزة بدخل. وبسحب الخيط وبياخد منزرك. كده شبكت البتلة عقم تلاتة. هنبدأ نشتجل البتلة وقم اربعة. واحد. اتنين. تلاتة. وده اول عمود. بعد كده هشتجل اتنين عمود. ومن الجرزة اللي جنبها تلاتة عمود. والجرزة اللي بعدها تلاتة عمود. هيصبح عندي تسعة عمود. وابدأ البتلة اربعة. هخلص التسعة عمود. بعد كده هشتجلهم تزايد. نرجع تاني. كده انا اشتجلت التمنتاشر عمود. بعد كده عايزين نشبك البتلة شايف الفراج الواسع ده بفوته بروح تحت اول عمود بتخد بالشكل ده وباسحب الخيط وبياخد منزلق وسلسلة وهبدأ ااخد الحشو الى عقسية لحد ما وصل للنهاية هوصل الى هنا واني رجع تاني انا كده اشتغلت الجبز الحشو العقسية بضيار الشغل الفراج الواسع ده مليش دعوة به بروح تحت اول عمود بالشكل ده واسحب الخيط واخرق بمنزلق كده افلت البتلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهنقل للدور الجديد تحت الغبزة بالشكل ده وباخد منزلقة كده انا انقلت للدور الجديد واحد اتنين تلاتة سلسلة وده اول عمود في البتلة الجديدة هاخد جنبي اتنين عمود والجبزة اللي بعدها تلاتة عمود واللي بعدها تلات عمود هيتكون عندي تسعة عمود هابتفع تلات سلاسل واخد في كل جبزة تزايد هيبقى عندي تمنتاشر عمود بدل تسعة عمود ونرجع تاني انا كده اشتغلت البتلة الاولى في الدور الجديد عندي تمنتاشر عمود هنشوف تشبكها فين دلوقتي شايفها بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي سادس سلسلة وفي سادس جبزة بدخل وباسحب الخيط وباخد بمنزلك كده شبكت البتلة سلسلة وهاشتغل جبز الحشو العكسية هاجي هنا بعد كده اشبكها هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي سادس جبزة هاخد منزلك ونبدأ نعمل البتلة التانية في التلات جبز دي ودي ودي التسعة عمود بنفس الخطوات والتشبكات اللي عملنا فيها البتلات في الاضواب اللي سابعة بالزبط هنخلص الدور الاخير بالبتلات وانها بجع تاني انا كده شبكت اخر بتلة اصبح عندي كان بتلة في الدور الاخير ست بتلات زي ما انتم شايفين كده بعد كده بعد ما شبكت اخر بتلة هاسحب الخيط واقصه طويل شوية وبقابة التنظيف هدريه في ضحب الشغل من هنا شايفين القبس ده وإحنا عشان نعمل الدايبة ديت اشتغلنا خمس ادوار بدأنا ب12 عمود وانتهينا ب60 عمود بنفس الخطوات هنشتغل ديبة زيها 60 عمود خمس ادوار لكن حاجة واحدة مختلفة بس احنا هنا كنا بنشتغل في الحلقة الخلفية لأ الدايبة اللي هنعملها تحت الحلقتين يبقى ده الاختلاف الوحيد هنشتغل الدايبة الجديدة كلها تحت الحلقتين خمس ادوار هنبدأ ب12 عمود هننتهي ب60 عمود بنفس الخطوات اللي اشتغلنا بيها الدايبة دي هنخلص الدايبة ونبجع تاني انا كده اشتغلت الظهر بتاع الشنطة بنفس العدد اللي احنا بدأنا بيه يعني ابتدينا ب12 عمود بعد كده الدور التاني بقى عندي 24 الدور الثالث 36 الدور الرابعة 48 الدور الخامس والاخير 60 بس الفرق ما بينه وبين الدايبة اللي اشتغلناها في البداية ان اللي في البداية كانت في الحلقة الخلفية للجرزة لكن ده تحت الحلقتين شايفة بنشتغل تحت الحلقتين بعد ما تخلصي كده مش هتقص الخط تبدأت عدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشب اتناشب تلاتاشب اربعتاشب خمسة ستة سبعة تراشب تمنتاشب تسعة عشوين اشتغلت عشوين سلسلة ده وش الشغل والقطعة التانية وش الشغل اللي اتنين لازم يبقوا على الوش او على الضهر زي بعض باجي في اي مبارزة من هنا بدخل بالشكل ده وباخرق بمنزلكة بعد كده بابتفع سلسلة واول سلسلة من العشوين بدخل وباسحب الخيط وباخرق بمنزلكة السلسلة اللي بعدها باخدها منزلكة السلسلة التالتة باخدها منزلكة يبقى انا كده اشتغلت تلاتة منزلكة ابدأ بقى الكبزة وكم اربعة هاخدها حشو وابدأ قعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر اشتغلت اربعتاشر جبزة حشو هيتبقى عندي تلات جبز زي ما انت شايفة كده دولة تاخدهم منزلكة واحد التانية والتلتة والاخيرة هنا بروح على العمود التاني او الجبز اللي عليها الدور بادخل تحت الحلقتين وباخد منزلكة وبقى بتفع سلسلة وشايفة بعمسك القطعتين كده وبقلبهم الناحية التانية اللي اتنين بقوا معضة عندي هنا الجبز الليها حلقتين شايفة حلقة امامية وحلقة خلفية هنشتغل في الحلقة الخلفية على طوق بدخل كده في الحلقة الخلفية بسحب الخيط وباخد اول جبزة منزلكة الاولى التانية التالتة بعد كده هبدأ في جبز الحشو واحد اتنين تلاتة اربعة وهكملهم اربعة عشر بجبزة حشو ونبجع تاني كده انا كملتهم اربعة عشر بجبزة حشو هيتبقى عندي تلات جبز هاخدهم منزلكة يبقى دايما تبدأ الدور بتلاتة منزلكة وبنهي بتلاتة منزلكة الاولى التانية وطبعا كله في الحلقة الخلفية التالتة والاخيرة هبروح الوجبزة اللي عليها الدور هدخل تحت الحلقتين واسحب الخيط واخرق بمنزلك وسلسلة وهمسك بقطعتين كده وهضيبهم تاني اول تلات جبز هاخدهم منزلكة الجبزة الاولى والتانية والتالتة بعد كده هاشتغل ربز الحشو اول جبزة حشو التانية التالتة وهكملهم اربعة عشر جبزة حشو ونبجع تاني كده انا اشتغلت اربعة عشر جبزة حشو هيتبقى عندي تلات جبز هاخدهم منزلكة في الحلقة الخلفية الاولى التانية التالتة بروح الوجبزة اللي عليها الدور باخد منزلكة وسلسلة وهضيب الشغل وابدأ الدور الجديد باول تلات ربز في الحلقة الخلفية ربزة منزلكة اربعة عشر ربزة حشو تلاتة منزلكة في النهاية ده النمط اللي هنمشي به لحد ما نوصل العدد معين من الادوار ونبجع تاني انا كده ارتفعت بالادوار لحد ما تبقى عندي من هنا اربعة عشر عمود ما اشتغلتش فيهم ومن هنا اربعة عشر عمود ما اشتغلتش فيهم بالشكلة دلوقتي بقى هنعمل دور وده الدور الاخير هنعمل دور من ورز الحشو تحت الحلقتين انا بقفل هنا دايما لما كنت بشتغل الجانب بقفل هنا بغبزة منزلكة يبقى الغبزة اللي عليها الدور على طول هدخل بالشكل ده تحت الحلقتين وباسحب الخيط وباخد حشو غبزة اللي بعدها باخد غبزة حشو واللي بعدها غبزة حشو كل غبزة باخد فيها غبزة حشو تحت الحلقتين هكمل لنهاية الدور عندك هنا اربعة عشر غبزة حشو وفي الجناب عشرين وهنا اربعة عشر وفي الجنب التاني عشرين وهوصل مكان ما بدأت واخد سلسلة واقص الخيط ونرجع عشان نشوف الايد هنشتغلها ازاي انا كده خلصت الدور بتاع الحشو وقصيت الخيط ده شكل الشنطة ده وسع الشنطة شايفها شنطة كبيرة وشكلها جميل جدا دلوقتي بقى هنعمل الايد بتاعت الشنطة هنشوف دلوقتي هنشتغلها ازاي هنجيب حلقة زي دي الحلقة دي من النوع اللي بيفتح بالشكل ده هنشتغل عليه الايد بتاخد بالشكل ده وباجيب الخيط وباسحبه بعد كده باخد سلسلة عشان اسبت الخيط وباخد خيط البداية معي من داخل الحلقة بتاخد بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد اول غبزة حشوة التانية والتالتة بالشكل ده باخد سلسلة واحدة وبالفي الشول شايفها عندي حلقتين للغبزة في الحلقة الخلفية بدخل وباخد غبزة منزلق ودية هحط فيها علامة ودية اول غبزة بعد كده في الحلقة الخلفية الجبزة التانية في الحلقة الخلفية للغبزة التالتة احنا اشتغلنا تلات ربس بالشكل ده بلافي الشول بدون اي ارتفاعات وباشتغل في الحلقة اللي انا سبتها اها بدخل في الحلقة اللي انا سبتها باسحب الخيط وباسحب كده باخد منزلق دي الحلقة دي الغبزة بابا يبقى كده الخمسة وكده الست ارجع تاني اشتغل في الاولى هشيل العلامة واشتغل في الاولى اول غبزة منزلق في الدورة التانية مش هبتفع خالص وحط علامة بحط علامة بالشكل ده في اول غبزة بعد كده بابجع تاني اشتغل بقى الخمسة جوبة زباقين غبزة التانية التالتة بابجع تاني اشتغل بقى الخمسة والستة وكل منزلق وصلت تاني للاولى باشيل العلامة وباشتغل مكانها اول غبزة في الدورة التالت وبابزة منزلق وبحط العلامة تاني يبقى هم ستة غبز هنمشيهم كلهم بالشكل ده التانية التالتة بابعة الخمسة الستة وصلت للعلامة باشيلها وبابدأ اشتغل تاني شايفة هتطلع معايا الايد بالشكل ده هشتغل بقى بطول الايد اللي انا محتاجة ونرجع عشان نشوف الحلقة التانية هنقفلها ازاي انا كده استكفيت بطول الشنطة بالشكل ده ايد اللي انا اشتغلتها اربعين سنتي انت بتشتغلي طول الايد اللي انت محتاجة استكفيت بالطول ده لقيت عشان نقفلها خلاص هشيل العلامة مش هشتغل تاني بعد كده شايفة لو احنا نضمينا الجزئين كده احنا كنا بنشتغل في الحلقة الخلفية والحلقة الامامية الواحدة ودي الواحدة التلات ربز اصبحوا عندنا ست ربز منزلق دلوقتي لو احنا عملناهم كده هيزب جاو تاني شايفة الحلقة قدام الحلقة ادي واحد اتنين ثلاثة احنا هايزين نرجحهم تاني اول حاجة باخد سلسلة واجيب الحلقة اللي هاشتغل فيها بالشكل ده شايفة اول غبزة تحت الحلقة الاولى وتحت الحلقة التاني بدخل بالشكل ده واسحب الخيط وباخد حشو ودي اول غبزة حشو تاني تحت الحلقتين اه الحلقة الاولى الحلقة التانية وادخل في الحلقة كمان المعدن باسحب الخيط وباخد غبزة حشو فاضي الحلقة واحدة اللي هي دي تحت الحلقتين بالشكل ده وادخل في الحلقة المعدن وباسحب الخيط وباخد حشو بالشكل ده بعد كده باخد سلسلة وبقص الخيط وهاجي بقبرة التنظيف انضف الخيط ونرجع تاني انا كده ركبت ايد الشنطة وده شكل الشنطة النهائي الكلبس بتاعها او المشبك بتاعها من النوع ده خيطته بابعاده خلص لاما هتخيطيه باللون الشنطة لاما هتخيطيه باللون الشفاف اللي هو البلاستيك شكل الشنطة حلو جدا المعاز بتاع الشنطة مناسب اخدت مني متين وخمسين جباب من الخيط ما اخدتش وقت خالص في الشغل لقيت بتاعتها جميلة جدا شايفة وماتي هنا في نفس الوقت وشكلها شيرك وجميلة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده اتمنى الشرح كان واضح والشنطة عجبتك لو عجبتك يا بيت تدعمينا بلايك وشير ولو جديد معنا تشتركوا في القناة وتفعلك جواس عشان يوصل للك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خير بفيديو جديد اشتركوا في القناة